السلام عليكم معكم مسكندي ان شاء الله في هذه السلسلة راح نتعلم عن تطريز واساسياته طبعا من زمان كان ودي اعمل دورة عن التطريز لكن كنت احترح اخليها تدوينه ام اخليها فيديو في النهاية سألت المشارك المدولة قالوا ليش ما نحط الاثنين طبعا ليش ما نحط الاثنين ما قد فكرت فيها لذلك باذن الله راح تكون عبارة عن فيديوهات بسيطة نشرح في نفس الوقت تدوينات نشرحها طبعا الدرس الاول راح يكون عن ادوات التطريز طبعا التطريز بشكل عام ما يحتاج الا ثلاثة اشياء خيط ابرة وكماش طبعا في بعض الناس ما يعرف نرسمون بحيط انهم او رسمهم مبزين بحيط انهم اذا رسموا ما يطلع شكله حلو لذلك نقدر نستخدم الكربون بدلا من قلم لرسم الزخرفة او اللي نبغى الباترون هذا هو الكربون نستخدمه لنقل الكربون الى نقل الباترون الى القماش طبعا الباترون تطبيعونها من النت تقدرون تشترون باترون تريدون تشترون قماش مرسوم في باترون الخيارات مفتوحة طبعا انا بالنسبة لي افتح الصورة في الايباد نستخدمها بورق شفاف من ورق الشفاف الكربون من الكربون الى القماش طبعا طريقة جدا سهلة و بسيطة و ما رح تاخذ منكم بصراحة ما رح تاخذ اي وقت ورا رح تحتاج اي نوع من انواع موهبة لان كلها يعتمد على شغلك طبعا اشرح الادوات اللي رح استخدمها في هذه الدورة اول شي خيوط مثل ما تشوفون خيوطي كثيرة هذه خيوط تطريز طبعا في نوع من انواع خيوط تطريز هذا وهذا نسيت اسمعهم كنت حافظة اسمعوا عشان اقولهم في الفيديو لكن برضو نسيتهم رح تلقونا في التدوين باذن الله الفرق بين هذا اليمين واليسار ان اليسار خيط واحد شفتو كيه لكن اليمين الخيط عبارة عن مجموعة خطوط خيوط خيوط شفتو كيه لذلك لما ابغى اسوي الخيط اللي باليمين لكن ما عندي او ما لقيتها في المحل اللي اشتري من الخيوط في العادة اقدر اجمع مجموعة الخيطين من اليسار يساوي خيط من اليمين طبعا كانوا بدي ان نجيب خيوط المكينة لكن خيوط المكينة حرير مو قطن عشان كيه ما يتعطينا نفس النتيجة لكن لو كانت الغرزة الباتران او الرسمة حقتك تحتاج الى شعور بالحدة شعور في المعان ممكن تستخدمين خيوط المكينة تجمعين مجموعة ثلاثة خمسة او ستة بحيث انها تكون كثيفة كثيفة كفاية حتى تعطيك الشعور اللي انتي تبغيناه والكثافة في القرص طبعا راح نحتاج ابر هذا دفتر الابر راح تحتاجون ابر راح تحتاجون احانا لدبابيس لكن دبابيس تعتمد على هل راح تنسخين باترون او لا راح تحتاج القماش في البداية للمبتدئين انا ارشح كتان او قطن طبعا راح تحتاجون القماش ابر خيوط طبعا الطارة تعتمد اذا صار ما عندك طارة عادة ما راح يحتاجون لكن شخصيا انا احب القماش مشدود لكذا استخدم طارة في التطريز ولا ترى يعني ما يحتاج طارة بصراحة يعني وايضا ايش راح تحتاجون رسمة تنقلونها للقماش طبعا كذا كيف انك تنسخ الباترون اللي تبغى للقماش وبعدها تبدأ اضطر طبعا لسه احنا في الفيديو الاول اريد اشوف اراكم اش رايكم يعني لما حطت ادوينه اكتب الادوات اشرح اجيب من نت اعطوني اقتراحاتكم وشوف اش رايكم يعني تبغوانا بس فيديو يعني ما حطت ادويناتين بس فيديو احطت واشرحها طبعا يعني انتم متعودين على فيديوهاتي بصرفي كالجات كثيرة بصرفي خرابيط بصرفي يعني مرا حجلس اسوي كشقة وتزيل وكذا فانتم عطوني رايكم كمتابعين للقناة اش رايكم هل هذا يكفي هل هذا ما يكفي هل تريدون الزيادة يعني عطوني افكار ان شاء الله انصار انا في امكانية باذن الله اطبقها انا جدا جدا امتظر افكاركم بالنسبة للاسئلة اللي تسأل في الكومنتات رح اكون سعيدة اذا يعني اجلتوا الكومنتات اللي في اليوتيوب حطتوها في تويتر وحطتوها في المدونة حتى اسرع اني اقدر ارد عليها لان في اليوتيوب صعب اني ارد وشكرا جزيلا وشكرا انكم صبرتم معنا وتحمسوا الجسم التحدي الجديد في تويتر وشكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة